بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزاء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في خدمة دروس لمادة التوحيد لنظام المقررات المسار المشترك درسنا لهذا اليوم بعنوان وجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على المراد بلزوم الجماعة والتحذير من مفارقة الجماعة المراد بلزوم الجماعة معناه الثبات على وحدة الكلمة بين المسلمين وقد مر معك سابقا عزيز الطالب معنى الجماعة وهم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرا وباطنا قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ خَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أمرنا بالاعتصام والاجتماع ونهانا عن التفرق والاختلاف التحذير من مفارقة الجماعة جاء التحذير من مفارقة الجماعة في مواطن عدة ففي القرآن قال تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَكُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وقال تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاقِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ ذَلِكُمْ وَصَّاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال تعالى إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَذِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وأيضا جاء التحذير من مفارقة الجماعة في السنة النبوية فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم قوله عليه الصلاة والسلام وَلَا تَفَرَّقُوا أَمْرٌ بِلُزُومِ جَمَاعةِ الْمُسْلِمِينَ وتآلُفِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ وهذه إحدى قواعد الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بالجماعة من فارق الجماعة شبراء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه تقويم السؤال الأول مَا المراد بلزوم الجماعة؟ الجواب الثبات على وحدة الكلمة بين المسلمين السؤال الثاني أذكر معنى الجماعة الجواب هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرا وباطلا السؤال الثالث أذكر وجه الدلالة في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا الجواب وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أمرنا بالاعتصام والاجتماع ونهانا عن التفرق والاختلاف السؤال الرابع أذكر دليلا من القرآن فيه تحذير من مفارقة الجماعة الجواب قال تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ السؤال الخامس أذكر دليلا من السنة على لزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم الجواب قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بالجماعة من فارق الجماعة شبرى فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ختاما عزيز الطالب هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس لوجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة مع تمنيات لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته